في تقليد جديد ولأول مرة أقيم في بيت الست وسيلة تكريم لطلبة ورشة العمل التي عقدها بيت الشعر خلال الأشهر الماضية بحضور عدد من الشعراء والمثقفين في هذه الأمسية سنحتفل بتوزيع الشهادات على الذين حضروا الحلقة الدراسية حول الشعر نحن أقمنا حلقة دراسية لمجموعة من الأشعراء ومحب الشعر الذين كانوا محتاجين إلى أن يعرفوا ما معنى الشعر ومعنى اللغة الشعرية ومعنى الصورة الشعرية ومعنى الإيقاع ومعنى العروض والوزن بالإضافة طبعا إلى رغبتهم في أن يتعرفوا على عدد من الشعراء وأن يلتقوا بهؤلاء الشعراء كانت المبادرة من وزارة الثقافة أن أنشأت للشعر هذا المكان الذي اختارته واتفق على تسميته ببيت الشعر وفعلا منذ أن أنشئ هذا البيت وهو يهتم بكل الأحداث الشعرية وبكل ما يدور حوله وهناك في كل يوم أحد من كل أسبوع ندوة خاصة تدور إما عن الشعر أو عن نقد الشعر سواء كان الشعر للشباب أو كان شعرا للكبار أو ضيوف من خارج مصر أيضا يأتون من الخارج ويشاركون في هذا النشاط الذي يقوم ببيت الشعر فأدرك أن الحقيقة والجمال ألهمت صورات الربيع العربية الشعراء من مختلف الأعمار ليجعلوا شارما بعد الصورات يجمع ما بين أصالة الماضي والحاضر إنجي خالد لنهارك سعيد